536 مليون اللي هيجي هيسددهم ازا او يعني مهانا السؤال ان انا بسأله الناس الافاضل اللي داخلين احنا عندنا ازمة هتدخلوا ازاي يعني شوف الموقف ده حصل في بورسعيد محدش ترشح وراحوا جابوا كامل ابو علي بس انت قلت حاجة في النص مهمة جدا ودي اكتر حاجة عجبتني من حد قعدت معا بيتكلم عن النادي الاسماعيلي انت قلت لما كنت موجود بتفكر في استثمارات موجودة وجهزة لليج انا بقى في حاجة دايما بدياني في الاسماعيلي او اي نادي جمهيري انه مستنيين دايما رجل اعمال يجي يدفع الاسماعيلي هينزل درجة تانية لو استمر للوضع كده الاسماعيلي مش هتقوم لقومة الا بشركة كرة القدم واستثمار مشجيعي النادي الاسماعيلي ومحبيه مش مشجيعه لان الاهلي بشجع الاهلي وبيحب الاسماعيلي الزمالك بشجع الزمالك وبيحب الاسماعيلي الاتحاد بشجع الاتحاد وبيحب الاسماعيلي المصري بيشجع على المصري وبيحب الإسماعيلي وقاء هكذا فالنادي الإسماعيلي أنا حاكت أعلم أن أنا كنت أحد مؤسسي الشركة اللي بترعى الدوري المصري اللي بتمتلك الكميرشان رايتس أو الحقود تجارية لما عملنا دراست الجدوى تاني أعلى نسبة مشاهدة بعد الأهلي النادي الإسماعيلي قبل الزمالك النادي الزمالك أعلى جماهيريا لكن فيه من جماهين النادي الأهلي مش طيقين يتفرجوا على الزمالك وما بيكسب فما بتفرجوش لكن بتفرج على الإسماعيلي لأن الإسماعيلي بقيت شوية لكن هو النادي الزمالك هو نادي نقام اثنين كجماهيريا وكبيع أنا متكلم على عدد المشاهدات لما عملنا في 2012 الدراسة والد يكون السيرفي دلوقتي يتغير لكن عدد المشاهدات للنادي الإسماعيلي تاني أعلى نسبة مشاهدة ده برضو كان للأداء البرازيلي والجمالي اللي النادي الإسماعيلي بيعمل لكن الأهلي والزمالك بيكراهوا بعض فممكن بعض مشجعي النادي الزمالك ما يحبوش تفرجو على الأهلي والعكس يا كريم فالنادي الإسماعيلي إن لم يستغل محبيه ومشجعيه مش هتقوم لقومة ترجمة نانسي قنقر